عرضت لعنف على يد ريدينا آخرين فشلوا في الاختبار الهرموني للاتحاد الدولي للملاكمة فوفقا لرأيه هنا هي رجل هذا المظهر المثير للشمزاز يوضح مدى الضرر الذي يلحق باحترام حقوق المرأة وكرمتها بسبب خطة الغربة الخاصة بمجتمع الميم نعلم أن تأثير المرأة وزوجات والأمهات على العملية السياسية والاجتماعية في العديد من المجتمعات التقليدية تم بطرق عمرها قرون من زمان إذا متابعنا كلام مرت قريبا 24 ساعة على التصريحات ديال سفير روسيا في مجلس الأمن حول المتحول الجزائري أيمن خليف والفضيحة دياله والفضيحة ديال نظام حضارة الجزائر في أولمبياد باريس مرت قريبا 24 ساعة على التصريحات دياله حتى هذه اللحظة حتى هذه الساعة لم يصدر ولا بيان واحد من مزارة الخارجية الجزائرية ولا من الدبلوماسية الجزائرية ولا من نظام حضارة الجزائر حول التصريحات ديال السفير الروسي في مجلس الأمن لكيقولك يأكد فيها على أن أيمن خليف هو ذكر ينافس في منافسة ديال النساء ويؤكد هنا السفير الروسي على أن نظام حضارة الجزائر هو الآخر يقنن هذه المسألة ديال الشذود والتحول والقزحيات وما إلى ذلك من هذه الأمور بدليل أن نظام حضارة الجزائر لا يمكن أن يواجه الوقائع لا يمكن أن يواجه التقارير الطبية ويتكلم على التقارير الطبية للإتحاد الدولي للملاكمة بالمناسبة كذلك المدير دياله هو روسي المدير دياله هو روسي ماشي أمريكاني ماشي فرنسي ماشي مغربي ماشي إسباني ماشي معرفتنه روسي وكما تذكرون عمجد حشكم حينما ذهب إلى الروسيا والتقى ببوتين قال بوتين صديق العالم وروسيا هي التي تصون الاستقلال ديال حضارة الجزائر روسيا كتفضحكم وما قدرتوش أنكم تخرجوا بيان للتنديد ولا بيان فيه تلك الهرطقاس ديال السيادة ما السيادة وحنا تقاشر إفريقيا وقوة ضاربة ومؤامرة من روسيا وأياد خارجية روسيا لا تخيلوا معي لو كان هذا تصريح ليستمعتم إليه الآن ديال سفيرة المغرب في الأمم المتحدة ولا في مجلس الأمن تخيلوا معي لو كان هذا تصريح ديال سفيرة المغرب شحال ديال بيانات كانت غادي تخرج الجزائر شحال ديال بيانات كان غادي تخرج نظام حضارات الجزائر وزارة الخالجية كانت غادي تخرج بيان مجلس الأمة كان غادي تخرج بيان البرلمان كان غادي تخرج بيان وزارة الدفاع كانت غادي تخرج بيان حتى وزارة تربية الأراني ممكن ستخرج بيان للتنديد لكن السفير الروسي صم بكم عميون ولو سكات ولكن حكنا فاتش كامل وهو البوصبعي لك المصدق بأن روسيا حالف استراتيجي ليس استراتيجي استراتيجي دايما روسيا حالف استراتيجي للجزائر روسيا كذا روسيا كذا صرفقاتكم وفضحاتكم في مجلس الأمن وفضحة الحقيقة ديال المتحول الجزائري أيمن خليف وبالنسبة لهذا كل يدفع على أيمن خليف بالله عليكم مش العالم كامل فقل هذه الحقيقة كل شيء يتكلم على هذه الحقيقة ها ترامب ها إيلون ماسك ها لائسة المزارات إيطاليا ها روسيا ها قتلهم غسين قتل يوم غسين وصبروا دبرا قريب غدا تخرج سايا الصين الدربائيين على المتحول كل شيء يتكلم عليها فضحة أصبحت عالميا لكن هما جوي لسقف المغرب نظام حاضرات الجزائر جلسك في المغرب قال لك المغرب هو اللي ديلة المؤامرة المغرب هو إسرائيل المغرب هو نيطانياهو وما اللي ديلة المؤامرة على المتحول الجزائري أيمن خليف أود لك أقول له يوم راه الاتحاد دولي لملكمه دار مؤتمر صحفي وجب تقارير طبية وعرض تلك التقارير وقال لك أود وجب الأطباء لدار الفحوصات وقال لدي دار الفحوصات مرتين وفي المرتين يتم التأكيد على أن أيمان خليف أيمان خليف متحول ليس بأنثى ولا يحق له المنافسة في المنافسة ديال النساء ومزيلا أن الفضيحة ديالكم أصبحت عالمية رأى وخاتهم كتحاولوا تلسقها في المغرب والمخزن والأياد الخارجية والمؤامرة والكولوسة والقجع دياله ولمبياد رأى ما غاديش تغطيوا على هذه الفضيحة العالمية ما غاديش تغطيوا عليها وبالمناسبة متابعين الكرام هذا يكشف لنا مجددا مدى انتشار الشدود داخل حضارة الجزائر وهذه المسألة سبق وتكلمت عنها في أحد السلاسل اللي درناها وقرنا فيها أحد الكتب دي الأحد المؤرخين الفرنسيين اللي كان مشاء لمدينة الجزائر إبانة تواجد الفرنسي وكيحكي على المظاهر دي الشدود اللي كان شاف هاتماك ودوّنها وكيحكي على المظاهر دي الشدود اللي كانت كذلك في العهد العثمانيين رأى شئ أمور خطيرة جدا رأى شئ لكيبينو الآن رأى عادي مقارنة بتلك الأمور اللي كانت عندهم تاريخيا في العهد الفرنسيين والعثمانيين في مدينة الجزائر فقط كنت تكلمش على مراتك أخرى لأن المراتك أخرى قسمت وجزئات من طرف الاستعمال الفرنسي لم تكن في أي يوم من الأيام تابع الشيحة جسمتها حضرة الجزائر كنت تكلم فقط على الأيالة على المدينة فبالتالي هذه الأمور عندهم عادي وكي مارسوها وكي حاولوا يغطيها شاهدوا قال والده شنقرحة شنو داير في باريس والده شنقرحة شنو داير في فرنسا وراءكم عارف القصة دياله بلما ندخل في التفاصيل دياله هذا الابن ديال القائد الأركان الجيش ديال قوة ضاربة تقاشر إفريقيا والدورة مشتزوج بوحدة وراءه وعيش في فرنسا فبالتالي هذه الممارسات عادية لدى نظام حاضرات الجزائر وما يقدرش يخرج يدفع على رأسه لأن هناك الكثير من الملفات لتقدر تفضح لتقدر تبان فالأسطوان المشروخ الذي يقدر يتبعها وهو أنه يلصقها في المغرب المغرب والمؤامرة والمغرب دير حملة على أي من خليف والمغرب ما حاملناش والمغرب كذا 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 مع العلم أن المغرب على المستوى الرسمي ممصوقش لكم ياع ما أعطاكمش أهمية المغرب على المستوى الرسمي ما أعطاكمش أهمية فبالتالي أنا أتحدى نظام حاضرات الجزائر أتحدى هذا النظام أنه يخرج بيان ضد روسيا دابا لقد ديزو رداب رداز 24 ساعة ما زمج في نوالو ولكن أتحداهم أنهم يخرجوا بيان ضد روسيا حول ما قاله السفر الروسي في مجلس الأمن وفضح المتحول الجزائري أيمن خليف فضح تكون فضحة فضح تكون مصلة تل مجلس الأمن حسو معايب هاتشوها فهموا معايب هاتشوها رأى الفضحة ديالهم مصلة تحت المجلس الأمن وسبحان الله سبحان الله يارفاشك يبغي فضحكم فضحة ديالكم كتسارة على العالم كامل وهي اللي أنا أتحداكم خرجوا شي بيان على روسيا إلا قديسو إلا عندكم النيف متابعين الكرام أراكم في فيديو قادم مع المزيد من التفاصيل ترجمة نانسي قنقر